مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الأول متوسط المنهج الجديد درسنا اليوم اليونت الأول قصة طائرة سمامة قبل ما نبدأ لدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب فيجو فيسبوك على استعطاء حسين ودرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الأول متوسط نبدأ بالدرس يونت 1 ستوري تايم اليونت الأول الفقر المخصص للقصة صديق الجديد هو طائر سمامة لماذا لم يكن الطائر يتحرك عندما وجده الراوي راوي هذه القصة حاول تقرأ القصة وتجاوبنا على هذا السؤال باع لك ويايا هذه القصة تعتبر مطلوبة بالامتحان التحريري للشهر الأول حاولوا تتابعون ويايا الفيديو وتعرفون المفردات الجديدة تفتهمون قصتها وراها رح نتعرف على الأسئلة تجينا بالامتحان وشانا نقدر نجاوب عنها بالبداية يقولي الشهر الماضي كنت قادما للبيت من المدرسة عندما جذب شيء انتباهي in the bushes بين العشاب I stopped to take a look توقفت لكي ألقي نظرة there on the ground كان هناك على الأرض not moving لا يتحرك was a little bird طائرا صغيرا it looked dead يبدو كأنه ميتا I didn't know what to do لم أعلم ماذا أفعل I know birds can get very scared أعلم بأن الطيور تخاف جدا but if I left it there لكنه انتركته هنا maybe a cat would find it ربما سيجده قط ويأكل I gently wrapped the bird in a scarf بلطف غلفت الطير في شال أو وشاح and took it home وأخذته للبيت then I unwrapped it ثم بعدها فتحت التغليف يعني وخرت اللفاف عنه I thought it would still look dead اعتقدتوا أنه لا زال يبدو ميتا instead بدلا من ذلك it jumped out and tried to fly قفز وحاول أن يطير but one wing didn't open لكن أحد أجنحته لم يفتح the bird's wing was hurt جناح الطائر was hurt كان متأذي I found a cardboard box وجدت صندوق كارتوني and made some holes وصنعت بعض الثقوب فيه in the top في الأعلى so there was plenty of air لكي يدخل إليه كميات كبيرة من الهواء then I put some paper inside the box ثم قمت بوضع بعض الورق في الصندوق and moved the bird to its new home وحركت الطائر لبيته الجديد mom and I did some research أمي وأنا قمنا ببعض البحث the bird was a swift هذا الطائر كان اسمه طائر سمامة the article said قال المقال اللي يبحث عنه that swift's almost never put their feet on the ground بأن هذا طائر السويفت أبدا لا يضع قدميه على الأرض because it's too dangerous لأن الأمر كلش خطير عليه it also said that they can spend up to 10 months flying كذلك يقول هذا المقال بأن هذا الطائر من الممكن أن يبقى 10 أشهر طائرا 10 months in the air 10 أشهر في الهواء that's incredible هذا الشيء مذهل جدا another interesting fact حقيقة أخرى ممتعة that when they are scared بأنه عندما تكون هذه الطيور خائفة swift sometimes pretend to be dead يدعي أو يمثل هذا الطير بأنه ميت that's what it was doing when I found it وهذا ما كان يفعله عندما وجدته شوف هنا طلاب يعني هو لما طلع من المدرسة ويقى الطير بالقاع وتوقع أنه كان ميت هو ما كان ميت وأنه ما كان يمثل أنه ميت لأنه كان خائف من هذا الشخص الذي تقرب له the article said قال المقال that the swift eats small insects بأن هذا الطائر يأكل حيوانات أو حشرات صغيرة I went outside to look for some insects ذهبت للخارج لأجد بعض الحشرات to feed the bird لكي أطعم الطير we put the food and some water in the box وضعنا الطعام وبعض الماء في صندوق and left it in the quiet place وتركته في مكان هادئ every day I went out to look for insects كل يومية أذهب لأجد بعض الحشرات and change the water وغير الماء I took the swift out of its book أخرجت الطائر من هذا الصندوق and every day وكل يوم it got stronger and stronger يصبح أقوى فأقوى one day في يوم ما when I opened the box عندما فتحت الطر it flew straight out of the window طار باتجاه النافذة من النافذة it made me sad جعلني للأمر حزين to see the bird fly away بأن الطير طار بعيدا but I was also happy لكنني كذلك كنت سعيدا because I helped him get strong again لأني ساعدته على أن يكون قويا مرة أخرى قرأنا القصة وضحنا مفرداتها حاولوا تحفظوا ذلك الكلمات لأن راح أتفيدكم بحل الأسئلة المتعلقة بالقطعة الآن ننتقل للأسئلة الممكن تجيني بالامتحان بالبداية نجاوب على السؤال اللي بقى على الصفحة شي يقول يقول لماذا لم يكن الطائر يتحرك عندما وجده الراوي يراوي هذا القصة لأنه لم يكن يتحرك لأنه كان يدعي أو يمثل النميت فأقول it was a pretending death كان يدعي الموت الآن ننتقل إلى كتاب النشاط تمرين رقم واحد هذه الأسئلة الأسئلة مهمة جدا 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 بالامتحان التحريري متعلقة بالقطعة فحاولوا تحلوها نويا وتحفظوها لأنها مهمة ورح أتفيدكم بامتحان التحريري أولا يقول لي طبعا نضع صح أو خطأ أما صح إذا صح تخلي الصح هنا وإذا خطأ تخلي الصح هنا فمجرد توضح أنه كانت إجابتك صح أو خطأ أو هاي الجملة صح أو خطأ أولا there was a cat never be waiting to eat the swift كان هناك قطة بالقرب من الطائر تنتظر لكي تأكل هذا الطائر صح له خطأ احنا ما ذكرنا أنه أكو كانت قطة بالفعل وأنما الشخص اللي لقى هذا الطير قال خاف تجي قطة فبالحقيقة هي ما كانت أكو موجودة قطة بالقرب من عنده فهنا نتروا يقول لي أكو قطة كانت قريبة من عنده فالإجابة صح له خطأ الإجابة خطأ فأقول له false الثانية when the narrator unwrapped the swift عندما أزال الراوي راوي القصة عندما أزال اللفاف من الطائر it didn't move لم يتحرك الإجابة صح له خطأ كذلك هنا نقلنا أنه لما نزال الشال أو الوشاح عنه الطائر تحرك أو قفز لكنه لم يستطع أن يطير نانا دي يقول لي ما تحرك أصلا فالإجابة خاطئ swift can fly almost a year هذا طائر السمامة يمكنه أن يطير تقريبا لمدة سنة الإجابة صح له خطأ الإجابة صح هو يطير لمدة عشر أشهر قلي بالقطعة فالعشر أشهر قريبة almost يعني معناها قريبة تقريبا رح يقدر يطير سنة كاملة فالإجابة صح إذا نقول له true بعد النقطة الرابعة swift like places with little noise طائر السمامة يحب الأماكن ذات الضوضاء القليلة يعني الأماكن الهادئة الإجابة صح لو خطأ يذكرنا بالقطعة إنه هو يحب الأماكن الهادئة quiet place quiet place معناها مكان هادئ اللي هو ضوضاء قليلة للسل نويز الإجابة صح the narrator wanted the bird to fly away الراوي راوي القصة أو الشخص اللي لقى هذا الطائر أراد الطير أن يطير هو أراد أن يطير طبعا هي الإجابة شوية هنا ونحيرة لكن بالحقيقة هو ما كان يريد أن يطير شو نعرف ستاد لأنه بالأخير كان متفاجئ عندما طار الطير فالإجابة أقول له false خطأ الأخيرة the narrator was both happy and sad راوي القصة اللي هو الشخص اللي لقى الطير كان كلاهما سعيد وحزين بنفس الوقت when the swift flew away عندما طار هذا الطائر طار السمامة إجابة صح لو خطأ نعم هو كان سعيد لأنه ساعد على أن يتعافى وكذلك كان حزين بنفس الوقت لأنه راح من عنده الطير فالإجابة true هذا ما يخص تمرير رقم واحد تمرير مهم جدا 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 بالامتحان التحريري حالوا تنقلون العجوبة وتحفظون الأسئلة لأنها مهمة جدا بالامتحان التحريري الآن ننتقل إلى تمرير رقم اثنين answer the questions هالمرة قال لي جاوب الأسئلة مو صح وخطأ وإنما جواب صريح who are the characters in the story من أم الشخصيات اللي بالقصة طبعا هو مون طاني أسماء فأقول له مثل ما هو موضح لي narrator narrator معناها الراوي راوي القصة وأم mom and the swift swift اللي هي طائر السمامة what is the story about عن ماذا تتحدث القصة أقول له a boy ولد who found ولد وجد little or a little bird طائر صغير and tried وحاول to help it وحاول أن يساعد هذا الطائر where is the story set أين حدثت القصة حدثت بالقرب من بيته بيت هذا الراوي فأقول near بالقرب the narrator when did the story happen متى حدثت القصة ذكر بالقصة أن القصة حدثت last month الشهر الماضي هذا ما يخص تمرين رقم اثنين هذا التمرين غير مهم بالامتحان التحليلي والامتحان الشفوي لأن الأسئلة مو أسئلة بصلب القصة وأنما أسئلة عامة عن القصة الشخصيات عن شنو تتحدث القصة وين مكانها هذه أسئلة مو منذ من داخل معلومات القصة وإنما أسئلة عامة عن القصة لأن رح نشوف نحن بكل يونت رح ناخذ قصة جديدة ورح يسألنا نفس السؤال من هم شخصيات القصة وين حدثت مدى حدثت فهذه الأسئلة المتشابهة ما تجدك في الامتحان التحريري ليش؟ لأن إذا مثلا بامتحان نصف السنة وقال لك من هي شخصيات القصة فأنت ما رح تعرف يا قصة بالإي قصة دلستاب القصة ماليونت الأول ماليونت الثاني ماليونت الثالث فلذلك هذه الأسئلة غير مهمة فقط الأسئلة التروفولس اللي أخذناها بالتمرين رقم واحد أما تبرير رقم ثلاثة يقول لي make your own notes أكمل هذا الجدول بالملاحظات مالتك title عنوان القصة شنو عنوان القصة؟ أقول له my new friend صديقي أو صديقة الجديدة the swift طائر السمامة why I liked title didn't like the story قلت هنا يقول لك ليش حبيت القصة وليش ما حبيتها مثلا أقول له I liked the story أنا حبيت القصة because I like birds لأني أحب الطيور new words شنو الكلمات الجديدة تعلمتها بالقصة؟ كمثال swift تعرفنا على كلمة الـ swift اللي هي طائر السمامة narrator الراوي بعد rapt rapt غلفة وهكذا شكو كلمة جديدة تعلمتها من خلال هذه القصة حاول تكتبها في هذا التمرين كذلك هذا التمرين نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري والامتحان الشفوي الآن ننتقل لفقرة هي غير مهمة لكن هي موجودة بكتاب خاصة الطلاب يسعى النفس يقول هذي شنو ما تطمن عندنا بيها اللي هي المشروع المشروع رقم واحد أنا وعطلتي what would you like to include in your poster يقول لك هنا من الممكن أن الأستاذ يطلب من الطلاب يسوون poster poster يعني في ملسق شبير شون وسيلة تعليمية يكتب بيها الطالب اللي سواه بالأطلب من الممكن يخلي الصور مالتا الأشخاص اللي التقى بيهم الأماكن اللي راحلها وجوه كل صورة يخليها أو حتى لو يرسمها رسم وجوه كل رسم أو صورة يكتب اللي سواه بخلال هاي الصورة تعبر عن شنو فمثلا هنا أنا واحد حاط صورته هو وأخوه أو هو صديقة وكاتب جواهم I play tennis لعبت التنس with my friend Zina مع صديقتي Zina we play it in the park لعبنا في المتنزه إلى آخر يطيق اللحظات اللي عاشها والبوستر الثاني make a poster about your holidays نفس الشيء هما نسوي لي بوستر أو ملسق عن العطلة ماتك use notes to decide what to include باستخدم هاي الملاحظات اللي تساعدك على إدراج ما لا يتضمنه البوستر large piece of card ايشنا نقول لك شون تسوي هذا البوستر جيب قطعة شبيرة من الورق المقوة lots of magazines photos جيب صور مع الجريدة أو مجلة scissors, مقاص تحتاج colored pencils أقلام تلوين glue صمق العاخر تأخذ الصورة ماتك تلزقها بالصمق تقصقصها وتلزقها بالصمق وتكتب الأحداث اللي سويتها أثناء عطلتك هذا مجرد نشاط حتى مو نشاط صفي نسميه نشاط لا صفي بعض الأسات الى طبهم من الطلاب الطالب اللي يجيب저 Broster يهتم بهذا الموضوع يبقو درجات كنشاط لا صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفاوي هذا كان درسنا لها اليوم أخذنا بقصة طائرة اسمامة أخذنا الأسئلة المتعلقة بأي سابقة صح وخطأ وكذلك الأسئلة الصريحة لكن الأسئلة الصريحة مثل ما أوضحت لكم هي غير مهمة بالامتحان التحرير وامتحان الشفاوي وكذلك أخذنا البوستر اللي يعتبر نشاط لا صفي حاولوا تكتبون هاي ملاحظات بالدفتر على ما تفيدكم بالامتحان التحريري ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو السفسارة أو إضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلوني على الحسابات الموجودة منكم على الشاشة